أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح فضه الله ورعاه أهمية الدور الذي يطلع به محهد البحرين للتنمية السياسية في تعزيز مبادئ الديمقراطية وتحفيز المشاركة الشعبية ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني وتعميم ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ الهوية ومبدأ فصل السلطات الذي حق لنا أن نفخر به كتجربة بحرينية رائدة ذات خصوصية ونوه جلالته إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية السياسية باعتبارها أساس التوعية الوطنية لما لها من دور في تنمية الوعي السياسي لمبادئ الديمقراطية جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الاسخير هذا اليوم أعضاء مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة السيد علي بن محمد الرميحي وكيل الديوان الملكي للاتصال والمعلومات رئيس مجلس الأمناء بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم أعضاء في مجلس الأمناء وقد هنأ جلالته رئيس أعضاء مجلس أمناء المعهد مشيدا بما يتمتعون به من كفاءة وخبرة معربا حفظه الله عن تقديره للجهود التي بدلها رئيس أعضاء المجلس مجلس الأمناء السابق والتي أسهمت في تطوير أداء وعمل المعهد من خلال البرامج والفعاليات والأنشطة التي نظمها والتي أثرت تنمية سياسية في المملكة ووجه العاهل المفدى حفظه الله أعضاء المجلس إلى العمل على تأكيد مفهوم التنمية السياسية باعتبارها عملية تطوير تشمل كل مكونات البناء الاجتماعي من خلال عقد الندوات والملتقيات بما يسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية التي تشهدها البحرين لتحقيق كل الغايات والتطلعات المنشودة من أجل مصلحة الوطن العليا وخدمة المواطن وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة كما نوها الملك المفدى إلى أهمية التعزيز على القيم التسامح والإخاء ونبذ العنف والتعصب وتعظيم الجوامع المشركة بين كافة المواطنين مؤكد أن رعاه الله أن أبناء البحرين كانوا دائما وسيبقون بعون الله أسرة واحدة متكافلة متضامنة موربا جلالة العهل المفدى عن اعتزازه بعطاء المواطن البحريني وأسهاماته في مسيرة نهضة الوطن وتعزيز مكانته وأنجازاته الحضارية والتنموية متمني أن أجلالته للجميع كل التوفيق في مهمتهم ورسالتهم الوطنية وقد رفع السيد علي بن محمد الرميحي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس أمناء معهد البحرين التنمية السياسية أسماء آيات الشكر وعظيم التقدير وواثر الامتلان والعرفان إلى صاحب الجلالة الملك المفدى على ثقة الملكية السامية بتعيينهم في هذا المعهد الذي يعتبر نموذجا للتنمية السياسية في المنطقة وأحد الإنجازات الرائدة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حافظه الله مثمن أن السيد الرميحي بكل التقدير وبلغ الاعتزاز التوجيهات الملكية السامية ورؤية جلالة الملك المفدى حافظه الله لمواصلة تطوير أداء معهد البحرين للتنمية السياسية والنهض بمسيرته لترسيخ مفاهيم العمل الوطني وعداد الكوادر السياسية المتميزة ذات الكفاءة لتسهم في مستقبل البحرين الزاهر حاملة ما أسسه جلالة الملك المفدى من بناء راسخ في المسيرة الوطنية وممارسة العمل السياسي والديمقراطي تحقيقا لكل التطلعات والأمال المنشودة خدمة للوطني والمواطن وتعزيز مكانة البحرين بين مختلف الشعوب والدول المتقدمة سألنا الله العلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة ويرعاه ويسدد خطأه ويحقق لمملكة البحرين في عهد الزاهر ما تصب إليه من عزة ورفعة وتقدم